موسيقى عسلامة ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في المحاورات التلفازية المخصصة للتعريف بالمترشحين في الدور الثاني للانتخابات التشريعية يوم 29 جنفي 2023 معكم مريم بغنيمي يساعدني ويشرفني اني نقدم المحاورة هذي اللي باش تدوم قرابة 16 ادقيقة ان شاء الله تدوم في جو من الهدوء والاريحية لتحصل الفايدة للجميع المحاورة باش تكون معزوز مترشحين عن دائرة حمام سوسا اكودا يحضر معانا المترشح رقم واحد السيدة سعاد بن عبد الرحمن والمترشح رقم اثنين السيد سوفيان بن حليمة مرحبا بكم حستنا اليوم باش يكون فيها اربعة محاور كل محور المترشح يجاوب عليه في دقيقتين ونرجو من ضيوفنا الالتزام بالوقت المحدد لكل محور والبداية باش نتعرفوا المشاهدين على المترشحين نبدأوا معاك مدم سعاد بالمحور الاول نتعرف عليك في دقيقتين شكرا مساء النور للناس الكل والشباب خاصتنا اللي يتبع فينا انا سعاد بن عبد الرحمن مترشحة لدائرة حمام سوسا اكودا رقمي رقم واحد انا موظفة في وزارة المالية استاذية في الحقوق اختصاص ادارة ومالية عمومية وماجستير قانون عام اختصاص قانون دولي ومقارن للبيئة وعديد الاختصاصات الاخرى والبسئوليات ما نحبش نطول ياسر في السيفيو لكن نحب نشكر الشباب والناس اللي مشوا وانتخبوني يوم 17 ديسمبر في الدورة الاول نشكرهم على ثيقتهم وعلى اختيارهم لها نشكر الناس الكل اللي مشيت وشافت انه الانتخاب هو حقهم وهو حاجة ما لازمش يسلموا فيها ويلازم يمارسوها ومهما كان اختيارهم الاي ما ترشح اختاروه المهم انه هما ما سلموش في حقهم مشوا ومارسوه ان شاء الله المرة هذية نشوف الناس الكلها تمشي بكثيفة شباب وكهول ونساء ورجال يمشيوا يختاروا النايب اللي يمثلهم والنايب اللي يشوفوه انه هو قادر انه اليوم يوصل صوتهم يدافع على حقوقهم قادر انه يفتك كل ما يجيب يفتككه من حقوق تهم مصالح الجهة تهم اليوم مجال الشباب واهتمامات الشباب ان شاء الله تختاروني ان شاء الله تشوفوني قادرة اليوم نمثلكم قادرة اني نوصل صوتكم اني نحقق عن طريق مشاريع قوانين تطلعاتكم اني خاصة نلقى لكم اليوم الفضاء اللي تنشتوا فيه وهذا اللي انا نلتزم به خاصة مع الشباب انه اليوم نوفروا لهم لانه حقيقة انا نرى الشباب بفرصة الشباب موش هو المشكل خاطر كي نحكيه ونقوله بطالة نقوله مشكلة البطالة ليه الشباب هو الحل الشباب هو اللي قادر خاصة على المستوى الجيهوي انه يحل مشاكل الجيهة ويخدم في كل المجالات سواء اقتصادية سياسية سياحية وفلاحية وغيرها مشكورة مادم سعاد بن عبد الرحمين نتعدي ولكسي صوفيان بن حليمة نتعرف عليك في ادقيقتين مرحبا بيك وبسعادة المستمعين انا صوفيان بن حليمة مهندس مستشار عمري 36 سنة مترشح الانتخاب التشريع على ديارة حمام سوساكود رقم 2 انا ناشط في المجتمع المدني ولد المنظمات والجمعيات والكشافة وفي الجمعيات ازادة انشط مع رباط الخير مع اكودة زمانة دم جمعيات معروفين في اكودة كذلك مع لوتيكا متحصلة لشهادة الوطنية مهندس وطني من المدرسة الوطنية المهندسين خدمت سنترال سيدي عبد الحميد مولد الكهربائي خدمت كياس هيرجلا والقنطرة متاع هيرجلا حلق المنجل فوق سابخت حلق المنجل خدمت لاريفار الشبكة الحديدية السريعة في تونس خدمت زونة انديستريال جبل الوسط زونة انديستريال جارلم حميد في تاجروين لفهاش العكبة الحق حابت نقدم في الانتخابات ظنن مني الياني نجم نقدم حاجة لبلاد هذه نحن قاعدين نشوفه في الوقت العشرة سنين اللي تعدى ورانا قاعدين نخدم على رواحنا ما دخلناش في السياسة نتبع في الشأن العام نشوفه في الاوضاع كيفاش قاعدة تمشي من سيء الى اسوأ واتات الفرصة هذه والات الانتخابات على الاشخاص قلنا علاش ما الوحد ما كذا يرا في روح وكفاءة ونجم يقدم حاجة لبلاد يقدمه والهدف انتعنا نحن في الاخر هي بلادنا والله هي فها مستقبلنا ومستقبل ولادنا من بعد إذا نحن نحسنوا لامور ده ولادنا نحن الآخر يلقاه بلاد نظيفها وبلاد باية ويواصلوا يبنيوا على ابننا نحن وشكرا نهار 29 ملتقا مشكور سيد سوفيان نبقى معاك ونتعادوا للمحور الثاني شنو برنامجك الانتخابي والله البرنامج هو فما على المجال نقوله على الكادر المحلي على الإطار المحلي وفما على الإطار الوضع البرنامج هي البرامج الكل تشبه لبعض حق مش مشكون فما حوايج معناها الناس كل تعرفها المشاكل ما نش نقعد ونحكي وفاها كل نس كل تعرفها الحلول زادة الناس كل تعرفها احنا لازمنا نخدم لناقص هو الإنسان اللي يخدم عندك في المجال الاقتصادي لازم تشاجع على استثمار لازم نصنعوا الثروة باش نحقوا ونحقوا النمو متاعنا باش نوفروا ونحسنوا في الدخل متاع المواطن نحسنوا في المعيشة هذا الكل من خلال احنا بطبيعة دورنا تشريع ورقابي بالأساس لازم نكونوا ونوفروا ونسهلوا القوانين متاعنا نسهلوا لبروسيديور متاع الدولة باش نشجع على الاستثمار لستارتاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة هذا في المجال الاقتصادي مجال الفلاحي كيف كيف لازم نسهلوا على الفلاح ما نخليوش الفلاح كي تصير لو ذايقة مالية يندى ثر ويسلم في فلاحة ويبيع لارض ويمشي لبلاثة اخرى زادة كيف كيف لازم نحينوا أمثلة التهيئة العمرانية بحال نقرأوا حساب الفلاحة ونقرأوا حساب المواطن زادة اللي يحب يمني ومنحقوا باش يملك دار كيف كيف عنا ثروة المائية متاعنا المايدة المائية سوقاعة استنزافة كيف كيف هذا على مجال الفلاح لازم القوانين نوفروا لهم الدعم نحفهم على الدراسات باش نقاوموا استنزاف لصنداج جلوندستان معناها الابار الغير مرخصة بالنسبة للسياحة عنا زادة كيف كيف تابعة زادة السياحة خطرها مهمة برشا في المنطقة متاعنا زمنا ندعموها نعملولها البيبليسيتي اللازمة الحكومة لازم قوم واجبها باش تجيب الكليونتال للوتلا وتخدم العباد بالديراكت مشكور سيد سوفين بن حليمة نرجعولك مادم سعاد بن عبد الرحميل في نفس السؤال شنو برنامجك الانتخابي مشكورة بخصوص البرنامج أكيد هو يمس عديد النقاط اللي هي عن المستوى المحلي أو الحاجة وثاني يعني على المستوى الوطني بالنسبة للمستوى المحلي عنا عديد وعديد المشاكل في كل المجالات لكن مش نبدأ بأهم النقاط خاصة المشكل السياحة اللي تراجعت في جهة حميم سوسة أكودا اليوم نجي ونشوفه بعد ما كانت منطقة سياحية بامتياز وخاصة منطقة القنطاوي اللي هي منارة الجهة ومنارة الساحل اليوم تراجعت بصفة ملحوظة وفقدت فيها عديد المواطن الشغل فقدت واللي كانوا يخدموا اليوم صبح وبطالة لازمنا نخدموا على النقطة هذية ولازم ترجع السياحة كما كانت وأحسن اليوم أنا أتطلع إلى أن تكون منطقة حميم سوسة أكودا اليوم قطب سياحي بامتياز يكون فيه مهرجانات قارة تكون فيه متحف اليوم وأنا جاية لهنا القلعة صغيرة نشوف عندهم متحف الصناعات التقليدية والتراث المحلي أعليش ليه نحنا بيدنا يكون عندنا متحف فيها ممسوسة في أكودا هذا هو اللي بشي يخدم السياحة وهذا اللي بشي يفتح المجال أيضا لكل الأنشطة الموازية والمرتبطة بالسياحة أنها تخدم لأنه المجالات مترابطة مع بعضها بالنسبة للنقطة الثانية هي الفلاحة أيضا اللي تراجعت واللي لازمنا نخدم عليها لأنه المستقبل هو مستقبل الأمن الغذائي اليوم في تونس واللي نحنا قادرين لو نخدم عليه نحقه أمننا وإحنا في منطقة تتجمع فيها عديد الفرص اللي منها الفلاحة وهذا اللي خلى نحنا في السابق حطه عندنا أو تم إنشاء المدرسة الوطنية للمهندسين لمدرسة الفلاحة عليش لأنه في كل وقت ذاكت عملت دراسات وأثتت أنه الطربة اللي موجودة في المنطقة هي طربة خصبة جدا لكن اليوم لازمنا نرجعو ونخدمو الفلاحة اللي تراجعت لازمنا نخدمو على مشكلة المواصلات وعلى الأمن خاصة مشكورة مادم سعاد نمرو للمحور الثالث شنية تصوراتك حول الشباب 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 هو ثروة المستقبل وثروة الحاضر بالنسبة لي إينا نشوف اليوم الشباب الحل والفرصة لتونس الحل عليش على خاطر التراجع اللي قاعد يصير اقتصاديا ولا اللي صاير اللي جاء اقتصاديا وهو ما بطالة ومش لقي نخدم وولينا نحكيه ونقوله الشباب الشباب ومش كلت الشباب ومش كلت البطالة قالوكم مش هو ما صدقوني هو ما الحل اليوم الشباب لازمهم يشوفوا الفرص ولازم نحنا كنواب المستقبل نخدموا على هذا في مشاريع قوانين تضمن لهم انهم يستغلوا جميع الفرص في الجهة ويخدموا عليها في جميع المجالات ومش الله عنا شباب اليوم مثقف عنا شباب عنده قدرات غير عادية وخير ومثال على هذا سمحوني خير ومثال على هذا هو اخر تجربة المشروع اللي تباع وكان عاملين وزوز شباب ما شاء الله وتباع بالمليارات ان شاء الله نشوفه شبابنا الكله اليوم قادر انه يعمل شركات ويمأمن بروحه وهو اللي بشي صلح المنطقة وهو اللي بشي غير المنطقة نحو الأحسن ويتغير تونس خطرقين نحكيه على المجال الجهة ويراه ونحنا نحكيه على الوطني الشباب نقولولهم اليوم امن بروحكم هناك عديد الفرص اللي لازم تستغلوها وتخدموا عليها نحن سندفع من موقعنا اذا انا واحدة من الناس اللي طلعت المجلس النواب فافعل كل ما في وسعي اني انا نجيب خطوط تمويل للشباب بش انهم يخدموا يتم دعمهم تكوينهم بش يعرفوا الفرص امتاحهم نحبوه شبابنا اليوم يخمم انه هو يحرق وليس يفر البره بالعكس نحبوه يسفر للسياحة ولكن يخدم في بلاده دونك بلاده هي موطنه الاصلي وبقية البلدان يكون زيارة فقط ثم الرجوع دائما الى الوطن النقطة اخرى نقول هيا لهم اليوم اذا تحبوا هذا الكل ويتحقق يا شباب لازمكم تمشي وتنتخبوا على خطر من غادي اللي تبدأ كيساب الحقوق ما تفرطوش في حقوقهم ومشيون ها 29 جان فيهم مشكورة مادام سعاد نرجعو لك سي سوفين بن حليمة شنية تصوراتك حول الشباب الشباب هو بالنسبة لي انا بطبيعة من الشباب زادة الشباب هو هو الثروة الحقيقية اللي لدينا في البلاد الشباب اما الشباب راهوا عنده طاقة عنده قوة ابداعية لكن لازموا تأثير ولازمون كادرمون تأثير هذا يصير من الكبار الكبار لهم عندهم الخبرة وتعلموا والمشكلة نحن في الوقت هذا صارت فما قطيع قطيع بين الكبار وبين الصغار يمكن السنين الأخرى معناها التطور الإعلامية الفيسبوك الواحد أثر قبل قبل كنا عنا حاجة نحب ونعرفها نمشو للكبير نسالوه توه يحل الانترنت يحل الفيسبوك حتى هذا الكل باش نجمه نصلحوه لازم لازم الحياة الثقافية شاب راهوا لازم صحيح باهي يقرأ يتعلم يخدم عن روحه ويتثقف أما لازموا يتثقف بالحق يتثقف كيفاش يخدم المسرح يخدم الجامعيات يخدم العمل التطوعي هذا كل ما ينامي فيه الحب الوطني احنا مشكلتنا شباب نتوه الوطنية بالحق ديما تتكلم ويقول لك نحب نخرج البر سهي معناها بالنسبة ليها البلاد هذه تمثلوا الظلم البطالة قلة الفرس سامحوني في الكلمة حتى اللعصة في العجلة فهمتني فما اللي يحب يحل المشروع البروسيديور الصعيبة متاع الدولة نرجعه كيف كيف فما اللي عمل المشروع والقاح حظه البرة ويحب يخدم في تونس ويبيع التونس زادة كيف كيف عنا عنا شباب عملوا أول درون طائرة بدون طيار وقدرة تحمل 700 كيلو 800 كيلو في تونس شارك تلنات دول كل شرات منها كان الدولة التونسية مشراتش فما شاركت بس صوفت وير متاع رقم انت الحافلات والنقل العمومي التوا نهار كامل سي عمر و سي مكرم في الراديوات يتكلموا ملقاوش فرصة مشكور سيد سوفيين نمر معاك للمحور الرابع عندك تقيقتين مساحة حرة شو ما تحب تقول فيه هو لاحديث برشا ما كان باش نقوله نمشيه في مجال محدد هو نشجع الناخبين على الانتخاب احنا خاطر هذي المرحلة هذي يرى مرحلة حساسة انتي تحكينا برشا مع برشا شباب في الحملة يقول له كانتنا مارينا شيء من المجلس ووقت صارت الثورة عمره اثناش عام واثناش عام واثلتاش عام ما راحت شايرة كان في المشاكل في التأجيج النعارات الحزبية طارت له معاش يحب يدخل في السياسة معاش يحب يدخل فيه حتى معناها ديفي سياسي احنا قلوا لهم الشباب راهي ما تحملوا ناش مسؤولية العاشرة سنين راهي توا مرحلة اخرى ولازمكم تشاركوا فاها ولازمكم تكونوا فاعلية وراهي تبدأ من توا من نهار 29 جانفي لازم الكل نتجندوا ونمشيوا وننصوتوا إلا ما عجبوا حد من المتراشحين نجم يحط ورقة فارغ وفيه دياخو حقه يعبر على رايو لازمكم توقفوا لبلادكم لازم تنخرطوا في العمل تبعوا شأن العام تبعوا زادة تاريخهم خطر التاريخ هو اللي يعطينا المستقبل الانتخابات هذه لازمها تنجح سنو إذا جبنا نسبة ضعيفة راهي مش تحل برشة أبواب وبرشة أبواب تنتظر تصطاد في الماء العكر قاعدة تستنى فينا تحب تجيب نسبة صغيرة باش يتسببوا باش نعطيوهم سبب باش يعملوا بلبلة في البلاد ويحاولوا يبدلوا المسار ويحاولوا يرجعوا الأمور اللي هي كانت من سيئة إلى أسوأ إلى أسوأ وإن شاء الله نهار 29 تكونوا موجودين بكثافة ورانا منكم رانا شباب كيفكم ورانا نحبوا نحسنوا البلاد ورانا نطلعوا نحن نكبرو تطلعوا أنتم في جرتنا والكل نرا هنا تتعدى من جيل الجيل ومن الكبير للصغير وهذي كهي الدنيرة مشكور سيد صوفيين مشكور نرجع لك مدام سعد عبد الرحمن في آخر المحاور عندك دقيقتين مساحة حرات نرجم تقول فيهم اللي تحب باش نستغلهم الحقيقة باش نحكي على أهمية رجاع معنتها وثيقة الشباب في الدولة اليوم اللي لاحظوه أنه الشباب فقد الثيقة فقد الثيقة في المؤسسة السياسية الإدارية فقد الثيقة في المشهد السياسي كله اليوم الشابة اللي تحكي معاه تلقاه ما عادش عنده تطلعات ما عادش عنده أمل وهذا اللي لازم نخدم عليه اليوم اليوم سواء كان نحن مشروع نائب أو كل المؤسسات في الدولة والحكومة أنه تخدم اليوم بالحق هذا مهم جدا إذا المستقبل اليوم ما يراش فيه مستقبل يعني لازمنا نيقفوا لنا ونحطوا نطرحوا سؤال كبير كيفاش باش نوصلوا أنه نغيروا نظرة الشباب باش اليوم لازم رجعوا لهم الثيقة هذية كيفاش باش نراجعوها أنه نشاركوا الشاب في الحياة السياسية في الحياة الاقتصادية اليوم لازم يكون موجود في كل المجالات اللي أنه قادر الحقيقة قادر في تكوينه وغيره وأنه يورينا هو اللي هو راه وقادر يغير ولكن كيفاش نجيبوله الفرصة هذا اللي أنا وحدة من الناس مترشحة لمجلس النواب أنه سأسعى لإيجاد كل الفرص اللي اليوم لازم تتوفر للشباب على خاطر نحنا كنجو نشوف اليوم وزارة التشغيل تسمى اسمها التشغيل هذا يعطي الحق أنك أنت كتمشيله وغدوة تقولوا أنت اسمك وزارة التشغيل يعطيني خدمة من اسمك نفهم أنا شو طالب ألوحكو هي لازمنا نسميها وزارة تقديم الفرص وهذا اللي لازم اليوم أوفر الفرصة للشاب الشاب راه وقادر يخدم ما تقولوش أنا وزارة التشغيل أو إدارة مهتمة بالتشغيل وانت مش قادر تشغله ولكن وفر له كل السبل وكل الفرص المتاحة خطوط التمويل اللي لازم تتوفر للشباب بيش اليوم يقدم على المبادرة الخاصة وينشأ مشروعه الخاص واللي التجارب في تونس أثبتت أنه قادر على الإبداع وقادر أنه يبهرنا جميعا بما يقدم خاصة في المجالات التكنولوجية وغيرها إن شاء الله تكونوا موجودين يا شباب نهار 29 جافي وتنتخبوا هذي فرصتكم ما تضيعوا هايش بريديكم مشكورة مادم سعاد بن عبد الرحمن وهكا نوصل معاكم لنهاية حلقتنا لليوم مشكورة مادم سعاد بن عبد الرحمن ومشكورة سوفيان بن حليمة شكرا مشاهدين الكرام على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة